بدورها أشادت منظمة الصحة العالمية بزيادة حالات الشفاء من الفيروس كورونا في العراق وقال ممثل المنظمة في بغداد أدهم إسماعيل أن هناك سببان وراء زيادة عدد حالات الشفاء في العراق الأول اتخاذه بروتوكولا علاجيا من الصين ومبينا أنه استفاد من تجارب هذه الدول من بروتوكول علاج وتحليل المرض وبالتالي بدأ البلد من حيث انتهى الآخرون وضفنا السبب الثاني يعود إلى أن العراق يمتلك كوادر طبية مميزة وتخصصات طوارئ ممتازة لا يوجد منها في أغلب دول المنطقة مشددا على ضرورة العمل على تقليص عدد الإصابات والوفيات إلى الصفر للإعلان عن السيطرة الكاملة على الفيروس